هرد على حضرتك بالفضل شكرا شكرا على المكالم طبعا الأعراض العصر الهضم المزمنة دي سواء القولون أو أعراض الحمودة المعدة المستمرة تفرق جدا عندنا فيها السن عشان جدا أنا سألته على السن لو الأعراض دي جدت على شخص بعد سن 50 سنة تفرق فرق السنة من الأرض من اللي هي أعراض قبل الخمسينات لو هي الأعراض في التلاتينات والأربعينات وعراض متكررة بتيجي كتير دي بنسميها أعراض عصر هضم وظيفي غالبا أو أعراض طفيفة زي رتجاع المريء التهاب المعدة الطفيف لكن لو الأعراض دي جدت بعد سن 50 سنة يعني ما كانش بيشتك طول عمره من أي أعراض وفجأة بعد سن 50 سنة بدأ يحس بأعراض الهضم الصعبة القولون الصعبة أو أعراض المعدة الصعبة الشخص ته لازم نحتمي بي جيدا ولازم نفحصه جيدا يعني نعمله فحصات تحليل دم أشعة تلفزيونية على البطن ممكن نحتاج نعمله منظار على المعدة والقولون لأن غالبا أعراض القولون العصبي وعراض المعدة العصبية ما بتجدش أبدا بعد سن 50 سنة دايما بتكون موجودة مع الواحد من صغره لو جدت أعراض زي كده بعد سن 50 سنة غالبا ده بيكون حاجة عضوية ولازم نعمل منظار وندور عليها لأن ممكن تكون حاجة خطيرة ممكن تكون التهاب شديد ممكن تكون حاجات أكبر من كده الأستاذ اللي نتكلم الأستاذ ياسر الأعراض دي أعراض قولون عصبي يعني غالبا اللي حكيته ده قولون عصبي وارتجاع في المريء لازم بس بنعمل بعض الحصات البسيطة خالص صورة دم تحليل برازة عادي خالص تحليل سرع التأسيب أشعة تلفزيونية عادية خالص بنعمل